أهلا بكم من جديد تدعيات جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي للمواطنين بل تعدت إلى الجانب الاقتصادي حيث الكساد وتراجع معدلات الأعمال والانخفاض الواضح في معدلات الدخل الفردي بسبب هذا الفيروس مراسلنا في واسط سلة الضوء على هذا الجانب في سياق التقرير الآتي تبعات أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها الواضح على واقع العديد من المهن والحرف المتعددة ومجالات العمل الأخرى في محافظة واسطة والتي شهدت ركودا واضحا وانخفاضا بمعدل الدخل اليومي لأصحاب هذه المهنة من كورونا إلى حد الآن تقريب صار خمسة شهور ستة شهور ماكو عمل يعني عمل جاعدنا احنا بالنسبة لنا جاعدنا انتهى الحي الصناعي وغير الحي الصناعي وابو السيارة يعني ايه البطالة صارة اذا ما صارة صارة فجوز تتة شهر اربعة شهر حتى التراب صار عليها عدي خمس عمال بالمحل بطلتهم خليتهم بس واحد وهذا الواحد حتى قيمت طيب نص يومية قلتهم مني يجي الشغل عدد يرجع الأول يخلص هذا المرض ترجعون للمحل ما يرجع ان نبقى على الحالة يما لا شغل ولا عمل أصحاب مركبات الأجر كانوا عرضة للتأثر بأزمة كورونا بعد تطبيق إجراءات فرض حضر التجوال والتزام بعض المواطنين بالمكوث داخل المنزل مما أثر على انخفاض وتراجع مردودهم الماليين كانت مثلا ماكو كورونا كانت الناس تدوم الدوائر 100% هسه دوم 25% فحتى اللي عدة معاملة ما يجي يعني يكملها بنفس اليوم اللي الموظفين ما متواجدين هاي شي ثاني بعدين المناسبات اللي صير هسه همين اللغت مثلا أكثر المناسبات أي تجمعات متنزهات مثلا ماكو مثلا الأسواق عزلت تقريبا والله شغلنا تعبان حيال من بدأ هذا المرض كورونا شغلنا تعبان وقل قبل شنا أحسن نشتغل هسه مرات نستفتح مرات ما نستفتح على ما يبدو بأن زمن كورونا لم يقتصر على فتك أرواح المواطنين وأنما أصاب كذلك أصحاب الحرف والمهن المتعددة بالأسواق والمجمعات الصناعية والتجارية بعد أن شل حركة التعامل وأضعف مدايات القدرة الشرائية ليؤثر ذلك على واقع المردود المالي مثاق الزريجي العراقية الإخبارية الكوت